لم يرفع العلم الإيراني فوق هذا المبنى منذ عام 1980 منذ ذلك التاريخ بقي هذا المبنى فارغاً صامتاً وشاهداً على تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية علاقات قطعت بعد الثورة الإيرانية وتدار الآن من مكتب تمثلي في السفارة الباكستانية إعدة العلاقات الدبلوماتية يصب في المصلحة الاستراتيجية بعدة المادة سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو إيران لأنك عندما لا تتوفر على دبلوماتيين في بلد أجنبي فإنك عملياً تكون في حالة جمود ولا يمكنك جمع المعلومات للإستخباراتية أو المعلومات لصانع السياسة في بلدك بنيت سفارة إيران في الولايات المتحدة عام 1959 وكانت إحدى المباني الدبلوماسية الأكثر نشاطاً في العاصمة واشنطن ففي ثثرة السبعينيات كان مبنى السفارة الإيراني يحتضن أكبر الحفلات وأكثرها بذخاً وهنا أمام باب هذه السفارة كانت تقف طوابير من السيارات الفخمة التي يستقلها رموز المجتمع الأمريكي من سياسيين ورياضيين ونجوم سينما ورجال أعمال أكثر الأشياء التي سمعتها عن السفارة ومنزل السفير الإيراني هي تلك الحفلة التي كان ينظم السفير هنا والتي يحضرها نجوم السينما وكبار الساسة في واشنطن لكن السفارة الإيرانية في واشنطن باتت مهجورة منذ عقود وباتت تخضع لسلطة وزارة الخارجية الأمريكية التي تقوم بأعمال الصيانة والحراسة تطبيقاً لنص اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية الذي يلجم الدولة المضيفة بتوفير الحماية للمباني الديبلوماسية سيكون على حكومتي البلدين أن تقرر ما إذا كان من المفيد الجري وراء أشباح الماضي أو إعادة فتح سفارات أخرى من أجل بداية جديدة وزير الخارجية الأمريكية الذي يحاول إقناع الكونغرس بأهمية الاتفاق النووي مع إيران وضرورة الموافقة عليه أكد أن العلاقات الديبلوماسية مع إيران لن تعود إلى ما جريها في وقت قريب إلى ذلك الحين يبقى هذا المبنى مهجوراً بانتظار من يعيد الحياة إليه بوح الجزيين سكاينيوز عربية واشنطن